أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممثلا في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من بينهم مدنيون من النساء والأطفال كما أدانت مصر اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية بالإضافة لاستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وأكد البيان رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة